مالك يا ميشو، شكلك مش في مودة اللي هارت بس في موقف حصلي، مدين شوية مع ان عمره مفيه حاجة تايدرش موقف ايه ومين اللي عمل؟ واحدة كنت اعرفها قالوا لا بس اكتشفت انها كانت بتضحك عليها مش يمكن تكون غلطان؟ او يمكن تكون غبية علشان لسه متعرفش مين هو مش الحال ويمكن تكون عارفاك لقدرجة انها مقتلكش عشان ما تفهمهاش غلط ويمكن تكون عايزة مصلحتك محدش يعرف مصلحتي قدي ساعات الواحد يميشوا بيبع عدوه نفسه فاكر ان كل تصرفاته صح مع انه بيكون بيأذي نفسه بيأذي كل اللي حواليه ممكن كمان يكون الانسان شايف الشخص الواقف جنبه وعايز مصلحته على انه عدوه مع انه لو ركز شوية هيتأكد انه عايز يساعده فعلا يا لو كنت تلقي المساعدة انا لو شفت الواحد بيرمي نفسه في المايا مش هستنى لما يخرق عشان يطلب المساعدة واذا كان هو بيأرف يقوم واذا كان المايا اللي رمى نفسه فيها مش هتوصله لحاجة حيبص يلاقي نفسه على الارض سعر بتكسره حتى لو انكسر مش هيموت وليه يردع لنفسه يعيشته لعمره عاجز كل واحد مسؤول عن اختياره وعن طريقه واللي اختار يتحمل واذا كان لسه فيه فرصة ان واحد يرجع عن طريقه ده واذا كانت الفرصة اللي بيدور عليها بقت خلاص على بعض خطوات منه دي مش فرصة دفخ مع موله هو متعود على كده وكل اللي بيعوزه بيعمله منتال غباء انك تفتكر نفسك اسكم الاخرين والفرصة دي مش فرصة دي مخاطرة حتى لو كانت مخاطرة فمش هتخليه يتراجع عن طريقه ازا كانت الحياة كلها عبارة مخاطرة يبقى مفيش مشكلة على فين؟ درسي خلص هستنيك يبقى هستني كتير مش مهم المهم انك هتيجي موسيقى 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 يجيلك بقى يا دودي اللي هيخرجك من اللي انت فيه اتفضل يا مستر فاطين دودي السلام عليكم ايه ده؟ لا اه ده باين الموضوع فقلا كبير قوي لو سمحت فادي سيبنا لوحدنا شوية حاضر مستر خد الباب في ايديك حاضر ايه دودي مش انا قابلت الامينة لعمل المجلس الاعلى للاثار بنفسه ايه ده؟ ايه دودي انت بتحيط؟ بس بس عرفت اكيد دي دموع الفرحة انا كنت متأكد انك هتفرحلي بس مش للدراجاتي بقى يا دودي فوق بقى قولي بقى انت ليه قفل على نفسك كده هم قالولي تحت بقى دودي اللي مخافش وهو فوسط النهر وكان شجاع خاف كده من حتة حرامي لا راح ولا جاه ليه عملت كده يا مستر فاطين عملت يا دودي؟ اصدك يعني اني مخدتكش معايا للامينة اللي عام للمجلس الاعلى الاثار؟ معلش يا عمي المرة الجاية ان شاء الله اوعدك اني هاخدت معايا ما تتحرفش من سؤال يا مستر فاطين ليس رأت خزنة مكتب بابا؟ بتقول ايه؟ يعني عارف انك زابت شرطة؟ اكيد طريقته معايا بتقول كده بس هو مقلش بصراحة واناويت اتعاملي معاه ازاي؟ هحاول اكسب سقطه مرة تانية ولو اني عارف ان ده شيء صعب جدا من رأي انك توجيين وتتكلم معايا بكل صراحة معك حق قولي بقى ايه اخبار سرقة فلا حسين المرشدي السيدي مهمة ولد سرقة وكمان الشو بيقوله ان شاف الحرامي وهو بيهرب وهو راكب مونسكل راكب على مونسكل الغريبة ان السرقة تمت بنفس طريقة نيشو هي السرقة تمت الساعة كان تقريبا بعد نص الليل مفيش اي بصامات؟ لا بالحرامي كان لابس جوانتي بس اثار الشوز اللي كان لابسه معلمة في جنينة الفيلة تقريبا كنتش واحد واربعين على العمومة لمساعد فاشوفت الوالد ده وانا قلت مش ممكن يكون مقر ولا بمثقف ومحترم ومزيد بكده ايه روحتي فين؟ لا ابدا مفكر في حاجة كده طيب اسيبك انا بقى عشر راح اكمل التقرير اللي عروح للنيابة قديني حكيتلك بقى يا دودي على كل حاجة مصدقني بقى؟ انت عارف؟ ان كان ربنا عمل كده وخلى ميشو يعمل عملوت وانت تشوفه علشان تعرف كل حاجة مش انت يا دودي ما كنتش راضي عن بعض تصرفات فادي وران اخوتك وكنت عايز تغيرهم؟ انا كمان ما كنتش راضي عن تصرفات اخويا ميشو وعايز اغيرهم ها هتساعدني؟ هساعدك يا مستر فاطين ليس ازعلان مني؟ لا يا مستر فاطين انا كمان بقى مش عايزك تزعل من اخويا ميشو وهوعيدك ان ان شاء الله لما هنجح في تغيره هخلي يجي هنا هول نفسه علشان هيعتزر لك تمام؟ تمام. يلا بقى يا حبيبتي. يلا بقى بينا. دودي انتو عاملين عشاء النهاردة متعرفش؟ لا معرفش. طب يلا يلا دودي. ايه ده دودي فين? دودي فين? يا دودي يا دودي. كنت عارف ان هلاقيك موجودة هنا يا ميشو. فاكر يا ميشو احنا عيال زغارين. كنت لما تبقى عامل عملة ولا هربان من حاجة. كنت بتيجي توعد هنا. وانا اللاجي علشان اصلحك. حتى لو كانت العملة دي في ايانا. فاكر ماماتو يا ميشو. ولا يرحمها كانت بتحبك او. كانت دايما تقولك خلي بالك ان اخو الفاطير يا ميشو. مع اني انا الاجبر. حتى لو بخمس دايق بس يا ميشو. بس برضو الاجبر. انا جيت دلوقتي يا ميشو علشان افكرت بقصية ماما. اما حافزت عليها. وبحاول على قد مقدر. اني اخد البالي منك. بس انت بقى. عمرك مخدت بالك مني. ليه يا ميشو. ليه مصر انك تكسر كل حاجة حلوة. زمان واحد العبار سويا ليلي. بتبقى عاملك الواجد. علشان تبقى شاطر قدام ماما. في السنوية العامة. كنت بجاهب. بجت باسم كنت على ورقة اجابته. وبعد كده. ابدأ اجاوب لنفسه. كانت النتيجة. انت حرمت من كلية الاسهار اللي كنت بحبها. وانت طلعت الاول على المحافزة. اما عزالك مكملتش. وللادي المشو. وللادي وفقتي ان ادخل الحاجة زمكانك. في نفس اليوم اللي هتكره فيه. ومع ذلك برضو مجيتش تشوفني. ولا حتى تطمن علي اعملتي في النيابة. وبعد كل ده. رحت تسرق الراجل اللي استقملي على بيكه وعلى اولاده. دودي ابنه شافك يا ميشو. دودي اللي بيعتبرني مساله الاعلى. شافك. افتكرك ان انت انا. اعمل ايه بس يا ميشو علشان افاهمك ان انا بحبك. انك لازم تبقى كويس. استنى يا ميشو. انا لسه ما خلصتش كلامي. لما اخوك الكبير يتكلم يبقى لازم تسمعه. اللي واقف بيني وبينك. شيطان جواك. واول ما تتخلص مني. ساعتها يا ميشو. هتشوفني زي ما انا عايز اشوفك. ما تزعلش يا فاطيب من اللي عملوا ميشو في الفيلا. ده مهما كان اخوك وابن اخويا وده نصبنا يا ابني. على العموم يا عم انس. انا اتكلمت معاه بالعقل. وان ما ارتجعش بقى المراضي عن اللي بيعملو. مفيش قدامي معاه غير العنف. العنف؟ ايوه يا عم العنف. لا يفل الحديد الا الحديد. والظاهر بقى ان الطريقة دي هي الطريقة اللي هتجيب نتيجة معها. اه من حق. ميشو وسايد كانوا عندي بيتطمنوا زي انت اخرجت من النيابة. وبعدين ميشو جالت وليفون من واحدة. ام سايد قالوا قولها انها تكشفت. ما تعرفش مين دي. اه عمي كانت اسمها سارة؟ تقريبا انا ما كنتش مركز يعني. انت تعرفها؟ ايوه طبعا عرفها. سارة دي تبقى ظابط شرطة. وطالما تكشفت بقى هقول لحضرتك على كل حاجة. لعب بقى وهحكيلي على كل حاجة. هحكيلك يا عمي. طيب بعد اذن حضرتك بقى. ايه ده؟ حضرتك بلقت عني ولا ايه يا دكتور؟ دي سارة بنتي. زابط شرطة. ومؤمنة جدا بكلام فرويد. يا اهلم يا سهلا. فرصة عيدة جدا يا فردا. اهلم بك انا اسعد. وبعدها قعدت مع الزابط سارة. وعرفت ان طريقة تفكيرها هي نفس طريقة تفكير بالزبط. وانها مؤمنة ان المجرم ممكن تغييره. وبعد ما فشلت اول تجربة لي مع بابا ومع ميشو رحت قبلتها. وحكيت لها على علاقة ابنيشو وببابا. وازاي نفسي يتغيره. ولقيتها فرحانة جدا جدا باللي بعمله. وقالت لي خليك انت يا فاطين في سكتك وانا كمان هتعامل معه بطريتي. وكمان هيبقى نموذك في رسالة المجستير بتاعتي. يعني هي كانت مخبية على ميشو انها ظابط. ايوا يا عمي وكانت مستنيها الفرصة المناسبة عشان تقوله الحقيقة. طب وانت لما كنت عامل نفسك ميشو وروحت الكفة شبه وقابلتها كانت عارفة انك فاطين ولا لا. ايوا طبعا كانت عارفة يا عمي. وازاي قدرت اتغير شكلك وليبسك كده. اعمل ايه بس يا حضرت الزابط. ما اقول له علشان خطر يا اخويا ميشو يتغير بقى ان شاء الله ويبقى زي ما احنا عايزين بقى. بمبوني جاي بمبوني جاي بس انت النهاردة تجنن. طب وايكاشف دلوقتي وهي ما تعرفش. ام انا بكرا ان شاء الله يا عمي بعد المدرسة هروح لها علشان بقى نشوف هنعمل ايه. طب يلا يا حبيبي بقى ام نام انت مانمتش من مبارح. بعدين عندك مدرسة الصبح. حاضر. اه على فكرة انا بلغتهم برضو ان انا هروح لهم ان شاء الله على الحصة الخمسة على طول علشان انا تعبان جدا. تصبح على خير يا عمي. انت من اهلو يا حبيبي عمك. يوه. مين. افتح يا فاطين انا طنتك ساميرة. حضرتك انا نايم وتعبان. افتح يا فاطين بقولك انا زهانة. افتح بدل من ديلك سيد. يلا. خلاص يا سيبتي خلاص حسب يا الله هوني اعمال وكيلي ربي فيكي يا ربي اله يا ربي ابتليكي باصداع ما تشوفيش منه زي ما انت كده جايباله الصباح عالصبح بتدعي تقول ايه؟ ما بقولش افندم نعم عايزة ايه؟ عايزة بتأماني الاسكافيه بتاعي ما حضرتك عندك البيولر جوه هوني اعملي اللي انت عايزة امسحاني منهم عايزة اعملك ده؟ ما البيولر اتضرب منك يا فاري وانت بتعملي الاسكافين برح ولا ناس؟ يلا بسرعة عشان بصداعه ايه؟ مصداعه الحمدلله ربي ربنا استكاب لدعايا الحمدلله يلا بسرعة حاضر قديني بسرعة اهو حاضر ادي الامر ادي الامر الحمدلله امبوبة البوتاجاز فضية ادخل بقى اكمل انا نومي بقى بعد اذنك استنى عندك نعم انزل غيرها اغير ايه؟ حضرتك ماينفعش ماينفعش فيه عامل انابيب هو اللي يغير الامبوبة انما انا مدرس دراسات محترم مش مدرس انابيب بعد اذنك عارف لو مروحتش غيرت الامبوبة هعمل فيك ايه؟ ايه هتعملي ايه؟ حصح يا سيد وخليه ادخل قطك يقطع لك كل الكتب اللي جال انت فرحان بيه ادي يا سيدي حرم عليك؟ انت تفهملي فيي كده ليه؟ انا قاسية يا سيدي وانت متسلط عليها اه متسلط عليك حضرتك دا شيكم مدريت؟ ما عملش معي كده؟ منك لله يا سمير منك لله علشان دا اسمه استقصاد اله يا رب وانا بركبها طوع على رجلك تكسرها ولا تطلع منفسها تقوم طلعها الغاز يخنوقك زي ما انت خناني كده يا سمير يا بتاعي القنابيب عايزين الامبوبة كمان لو سمعت فاطين ايوه يا عم انس فاطين اللي زيق خلاص ايه اللي خليك تشيله الامبوبة بس يا ابني؟ حكم القوي سميره هالم المفترية معلش يا ابني اصبر على البلاء حتى يقضي الله امرا كان مفعولة معلش بقى حضرتك انت يا عم انس مش هقدر اطول معاك علشان الامبوبة مليانة وتقيلة على الاخر سلام عليكم مع السلامة ربنا يخول عليك يا ابني ربنا ياخدك يا سمير يا سمير ربنا ياخدك حول على قوة الا بالله